قمح البركة تعود بهم عجلة الزمن إلى الوراء يعيشون الحاضر بذكريات الماضي هي الأرض ذاتها لكن الزمن تغير محمد وربيع وأبو فهد أحيوا سنناً غابت تحت وطأة المدنية في منطقة ناعور جنوبي العاصمة عادوا إلى مناجل قمعهم في مبادرة لاستثمار الأراضي الصالحات للزراعة قبل كانوا الناس مكتفين ذاتياً يعني تلقى عنده المونة من قمح من حمص من عدس من جريش ومن كذا كل هذا من تعبهم من تعبديهم وبالتالي كانت علاقتهم مع الأرض علاقة تبادل أتعب علي عشان أنا أعطيك وفيه إنتاج وقبل ما كان فيه حدا قاعد عن الشغل لأنه الكل يشتغل وينتج ينثرون البذار في سهولهم زراعة القمح وحصاده من أرض بلادهم تحرر غذائي يسعى ويهدف إلى التوعية بأهمية الأمن الغذائي سيادة الغذائي لما أكون أنا مسيطر على الغذائي أنا صاحب القرار في الغذائي أنا اللي بزرعه أنا اللي بحصده بطريقة اللي أنا بيديها الأمن الغذائي أنت ممكن تستورد كل غذائك من خارج ويكون عندك أمن غذاء إلى مدة سنة وشنتين أما في أي ضرف ممكن أنت تخسر هذا الغذاء أما لما يكون عندك سيادة أنت مسيطر على هذا الغذاء وهذا هو المشروع اللي هو بيحكي على سيادة على الغذاء المبادرة تؤكد أهمية ارتباط الأرض بأصحابها فكلما منحتها عناية أعطتك غلالا وفيرة على حد قولهم المبادرة تمكنت في خطوة أولى من زراعة عشر قطع بمساحة 110 دنومات في مناطق متفرقة على أن يتم التوسع بها لاحقا يطلع إن شاء الله بإذن الله زرع القمح هنا أيام قليلة ويبدأ الإنبات في مبادرة هدفها السيادة المنزلية على القمح واستثمار الأراضي الصالحة للزراعة لصالح المزارعين الذين أثر فيروس كورونا سلبا على أوضاعهم والمعيشية ليتجبور العربي لواء نعور عمان ونرحب معنا من عمان بسيد ربيع زريقات وهو صاحب مبادرة قمح البركة لإعادة إحياء الطرق التقليدية في زراعة القمح أهلا وسهلا بك معنا ربيع هذه المبادرة يبدو أنها بدأت قبل عام فكيف تحصدون السيارة اليوم طبعا زي ما حكيت بدأت العام الماضي نظام هذا المشروع هو اشتراكات العائلات أهالي المدينة نحن نوفر مساحات وأراضي داخل المدينة للناس تزرع وتحصد ويصير عندها اكتفاءها الذاتي من القمح في منازلها ويتعلموا ويستخدموا الغذاء اللي هم يزرعوا لحققوا السيادة المنزلية على الغذاء السنة الماضية شارك معنا 60 عائلة السنة هاي 120 عائلة تضاعف العدد وشارك معنا جديد نضم لإلنا أربع مدارس وشركة موضفين شركة فالأمور بدأت تتوسع كيف تعملون على استمرارية هذا المشروع وربما مشاركة أكبر عدد ممكن من العائلات خاصة أن الزراعة بحاجة لوقت لتفرغ لبعض ربما المعلومات التي يجب أن تكون علمية للاستفادة بالشكل الأمثل من الخيرات يعني الخيرات الزراعية اللي بيميز زراعة القمح إنها زراعة سهلة مقارنة بزراعة الأخرى يعني الواحد بنثر بذار القمح وبستنى بركة رب العالمين يعني نستنى الأمطار لأنها زراعة بعليا تتكل على الأمطار وشهر ستة الحصاد فهي فعليا ما بدها تفرغ كثير يعني كلها يمكن سبع أو خمس أيام عمل في ست أشهر فهو طريقة سهلة هلأ طريقة الاستدامة هي قيمة المشروع هو بالتشاركية فإحنا كل المشاركين الكل بيساهم بمبلغ الكل بيساهم بكل الموارد فإذا لا سمح الله الموسم ما كان ناجح الكل بتحمل الخسارة والكل بتحمل لما ينجح الموسم وهذا النموذج التشاركي اللي استلهمناه من كيف كانت الناس تعيش طول عمرها يعني أجدادنا عاشوا ألاف السنين بدون ما يكونوا متكلين على دعم مؤسسات أو دعم خارجي أو أغذاءهم يكون جاي من دكاكين قدروا يستديموا أو يعيشوا باستدامة لأنه كانت حياة تشاركية فإحنا استلهمنا هذا النموذج التشاركي ومن هون إحنا استمراريت وقوة المشروع طيب ربيع في أي مناطق يمكن أن يستفد أيضا من هذا المشروع يعني خارج عمان هلا مناطق يعني اللي بدون كمية الأمطار تقريبا 300 ملي هلا أنت كنت بتحكيلي أنه الموضوع بده إرشاد وبده طرق علمية إحنا هنا بيجي دور المزارعين وأصحاب الخبرة فإذا شفتي في التقرير إحنا مثلا في منطقة نعور مع الصديق محمد العجارمو هم أصحاب هذه المعرفة فإحنا كأهل مدينة يمكن نفتقد لهذه المعرفة فعم نبني شركات مع أصحاب هذه الخبرة فهم اللي بيكونوا المرشدين وبشرفوا علينا في مراحل الزراعة كلها في هذه الطريقة فهي زي ما قلت لك القمح بدها بس كمية أمطار محددة أقل شيء 300 ملي هو تعاون تشاركي أشكرك جزيلا شكر ونتمنى لكم كل التوفيق والاستمرارية من عمان ربيع زرائقات صاحب مبادرات قمح البركة